سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حالة غرق واحدة لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات تم انتشاله ليلة أمس بولاية تلمسان ليرتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح جوان إلى غاية صباحة اليوم إلى 215 حالة وفاة غرقا منها 154 حالة على مستوى الشواطئ و61 حالة بالمجمعات المائية هذا وتم إنقاذ 32 ألف و61 شخص من موت محقق من طرف الجهاز الأمني للحماية المدنية في الشواطئ منذ تنصيبه في 17 جوان من هذه السنة وتواصل مصالح الحماية المدنية الحمالات تحسيسية للوقاية من أخطار الغرق في المستطحات المائية في جميع ولايات الوطن تقدم خلالها نصائح وإرشادات للمواطنين وتوزيع مطويات ومن هذا المنبر ندعو جميع المواطنين بالتحلي بروح المسؤولية وعدم التردد على الشواطئ الممنوعة من السباحة واتباع نصائح وإرشادات أعوان الحماية المدنية في الشواطئ المسموحة مع احترام الراية أما المجمعات المائية ممنوع الاقتراب منها لأن الاقتراب منها خطر حقيقي والسباحة بها موت محقق نهيك عن الأمراض الناجمة عن المياه الراكدة تبقى الحماية المدنية في خدمتكم على رقم النجدة 14 والخط الأخضر 10 و21